هنبتدي بقى مع حضراتكم سلسلة الأخبار الرياضية في صحف العالم والصحف المحلية كمان المختلفة نبتدي معاكم محليا ثم ننتهي بالأخبار العالمية وكله عن مبارح احنا مش هنبعد احنا هنتكلم بما تحمله الصحف يعني من منشطات حول مباراة أمس بالضبط أولا جريدة الشروق كان منشط رئيسي فيها أنا وزير الرياضة بيقول يجب أن ننهض سريعا ولا نريد خسارة الجيل الحالي للمنتخب بموقع يالا كورا بيقول سيناريو درامي الكابرون تخطف تأهلا بلاس 120 للمونديال على حساب الجزائر بص يعني الكلمة بتاعت سيادة الوزير يجب أن ننهض سريعا ولا نريد خسارة الجيل الحالي المنتخب هو تصريح إلى حد ما فيه حزن وفيه في نفس الوقت إيه أنت عايز تبني على اللق دام أنت عايز تبدأ صفحة جديدة أنت عايز تعديل الخسارة اللي حصلت وده تصريح من مسؤول طبيعي جدا أن احنا يبقى بنبث الأمل ولكن برضو أعتقد أنه سيادة الوزير من الناس الحزينة جدا يعني ما فيهش حد فينا مش حزين ما فيهش حد فينا ما كانش عنده يعني نفس أنه هو يفوز أو المصر أنه هي تفوز أو المنتخب أنه هو يسعدنا بالأمس فيعني على كل حال تعالوا بقى نروح للجولة الخاصة بالصحافة الأجنبية ولي كنت بقول لحضراتكو عليها أن هي مش إحنا اللي بنكتب العالم هو اللي بيكتب مش إحنا اللي بنحكم العالم هو اللي بيحكم ده صن ودي مجلة يعني إنجليزية عريقة جدا بتتكلم أو من المنشط اللي كان موجود تم استهداف محمد صلاح والمنتخب المصري بواسطة الليزر خلال مباراتهم الحسيمة ضد السنغال خسر الفرعنة مكانهم في مونديال قطر بطريقة مفزعة ده كده سريعا ما كتب من ده صن يعني تاني مش إحنا اللي بنحاول نحن نعلق خسارة على شماعة لا تاني الناس هي اللي شافت اللي حصل والعالم تحدث عن مرأة كان في تجاوزات غير طبعية ديلي ميل برضو دي صحيفة إنجليزية تقيلة جدا بتتكلم إن الليزر الذي صلت على محمد صلاح أثناء تقدمه لتنفيذ رقلة الجزاء ساهم في مضايقة النجم المصري وكان سببا في إهداره لرقلة الجزاء الأولى لمنتخب بلاده خلينا نروح معاك يا كريم لأولي طيب في صحيفة أولي الأرجنتينية بتقول إن استضافة السنغال لمباراة الحسم على أرضه منح الفريق ميزة كبيرة ليس بسبب دعم الجمهور بالتحديد ولكن بسبب الأجواء المزعجة لأشعة الليزر التي أطلقها المشجعون السنغاليون على اللاعبين المصريين بص الصورة ونبي هو فيه كده هو فيه كده بجد يعني مش منطق يا جماعة المنطق فعلا غاب مبارح غير طبيعي وكان لازم يحصل حاجة على فاكة لازم يحصل وقف للمباراة كان لازم يحصل حاجة لكن إن إحنا نلعب بهذا الشكل محرام محرام أنت بتضيع منتخب بتضيع بلد بتضيع ميت مليون فحاجة يعني مستفزة الصراحة المهم أضافت الصحيفة الأرجنتينية أن أضواء الليزر اللي كانت بتسلط بشكل متزايد في وجه محمد صلاح ورفاقه أصبحت في مرحلة ما لا تطاق خصوصا ضد حارس المرمى محمد الشناوي الذي سبق وألقيت عليه زجاجات مياه في بداية المباراة وأشارت أن الجزء الأسوأ كان في ركلات الترجيح حيث كان هناك وابل من الأضواء ضد جميع اللاعبين المصريين الذين تأثروا بشكل واضح نتيجة أشعة الليزر كمان صحيفة The Mirror الإنجليزية قالت أنه تم استهداف محمد صلاح بالليزر قبل إهضار ركلة الجزاء الأولى مع وداع منتخب مصر لتصفيات المونديال وأضافت أن قائد المنتخب سدد ركلة الجزاء فوق العرضة بينما كان يواجه وابلا من الليزر من الجمهور السنغالي وكمان أشارت أن المنتخب الفراعنة خسروا ركرات الترجيح في النهاية أمام السنغالي بس ده جزء تاني من ورية الحضراتكو ده جزء مما كتب علشان بس محدش يجي يقول آه ما أنتوا عشان خسرتوا أنتوا بتقولوا ده علشان خسرتوا أنتوا بتعلقوا الشماعات لا كلنا تحدثنا ومش إحنا بس في عشر الصبح جميع المحللين تحدثوا أن في أخطاء أكيد فنية في أخطاء أكيد عند كيروش حدثت ولكن في تجاوزات غير يعني مقبولة على الصعيد التاني برضو حدثت فلما حضرتك تيجي في الآخر تقيم يعني مشهد لازم تقيمه بجميع الجوانب بتاعته ويبقى المشهد بالنسبة لك واضح من جميع الجهات هو ده اللي احنا بس بنحاول نوصله